بسم الله الرحمن الرحيم المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وقد تكلمنا عن سبب نزول هذه الآية في بعض الإشارات في الحلقة الماضية وربطا للموضوع نقول أنه وأن المساجد لله كلا أنها نزلت في الجن أنهم قالوا يا رسول الله يعني كيف نصلي وكيف نأتي مسجدك ونحن نأونا عنك وكيف نصلي معك فنزل قول الله أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أي أنهم كأن إشارة إليهم أنه صلوا في أي مسجد يكون لكم أو في الأرض التي كلها مسجد كما قلنا ولكن الشرط المهم أنه لا تدعو مع الله أحدا يكون توحيد وإخلاص على عبادة لله سبحانه وتعالى هو هذا الأصل في قضية الصلاة وذكرنا أقوى الأخرى وقلنا هذا هو الذي عليه أهل التفسير ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية لم يكن مسجد في الأرض إلا البيت الحرام ومسجد إليا في بيت المقدس هذه الآية حقيقة آية عظيمة وتكلم عنها أهل التفسير بكلام عظيم أولا يعني تكلمنا عن المساجد على أنها مفتوحة وأنه من وحي الله إلى النبي وهذا الذي عليه الأكثر والأرجح من أقوال المفسرين أنه من وحي الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن و أوحي إلي أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا المسجد يعني كما عرفه العلماء قالوا هو بيت العبادة المخصوص بأهل الإسلام لأن الله سبحانه وتعالى يعني ذكر بيوت العبادة لغير المسلمين كالبيع والصلوات والكنائس وغير ذلك التي تكون لغير أهل الإسلام أما المسجد عندما يطلق المسجد يعني يراد منه التوحيد ويراد منه الإشارة إلى الدين الخالص الدين الحق وهو دين الإسلام لذلك حتى ذهب البعض إلى قضية ما ورد في سورة الكهف قالوا لنتخذنا عليهم مسجدة قال لأنهم كانوا أهل توحيد خالص فجاءت لفظة المسجد معهم للإشارة إلى التوحيد الخالص الذي كانوا عليه نعم فلفظة المسجد فيها هذا المعنى كلمة المسجد يعني حملت أو فهمت على معاني كثيرة لكن ابتداء نتكلم من حيث اللغة أنه المسجد من سجد يسجد فهو مسجد لكن خص بيت العبادة بالمسجد بالكسر دون الفتح المسجد وكذلك يعني خصة مصادر كثيرة وألفاظ كثيرة على غير القاعدة كالمنبت والمفرق والمنسك وغير ذلك من الألفاظ الكثيرة التي جاءت على غير القاعدة المعروفة نعم فالمسجد على هذا المعنى يعني يكون كما قلنا البيت العبادة المخصوص لأهل الإسلام يذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي على قضية وأن المساجد لله على تقدير حرف جر أي أنه لأن المساجد لله فلا تدعو الله أحدا أي كأنه هناك على تقدير حرف جر أنه يعني لكون هذه المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا واختلفوا في المسجد الذي يعني كلمة المساجد هنا جاءت مجموعة وما هو المراد بالمساجد القول الذي يعني عليه أكثر أهل التفسير المساجد التي ذكرنا هي بيوت العبادة وهذه كما قلنا نزلت لما كان اليهود والنصارى يدخلون أماكن العبادة التي عندهم ويذكرون غير الله ويتوجهون إلى غير الله جاءت الآية بقوله تعالى أن المساجد هذه لله فلا ينبغي أن يسأل غير الله صلى الله عليه وسلم فيها ولذلك ذهب القاسم في تفسيره قال ولذلك ذهب الحنابل على أنه لا يوجد قبر في مسجد ولا مسجد يبنى على قبر وهذا قول القاسمي قال فأيهما طرى على الآخر هديم الثاني نعم المراد من ذهب بعض الحنابل إلى قضية التنزيه يعني في مسألة الدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى أن لا يكون هناك شيء في المسجد غير بيت العبادة وغير مكان المخصص للعبادة وإن كان هذا مسألة خلافية وفيها كلام كثير لكن نحن ذكرنا فقط ما ذكره القاسمي في هذا المقام ما هو المراد بالمساجد قلنا القول الأول هي المساجد المخصص لبيت العبادة وهذا الذي عليه أكثر السلف في قولهم في هذا القول هنا قول آخر نصره الإمام الآلوسي أن المساجد يراد منها الأعضاء لأن ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ثم ذكر الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأطراف الأصابع من القدمين قالوا أنه السجود على هذا يقول الآلوسي هنا المساجد على أنه هذه الأعضاء التي كرمك الله بها وعطاها الله لك على أن لا تسجد إلا لله سبحانه وتعالى لأنه هو صاحب هذه المساجد وصاحب هذه الأعضاء قال ولم يذكرها بالأعضاء وإنما ذكرها بالمساجد على أنه كرمها بأنها تستعمل في هذا العمل العظيم حيث لم يقول أنه يعني وهذه الأعضاء مثلا الأعضاء التي أعطاك الله إياها إنما قال المساجد على اعتبار أنه لما أعطاك الله إياها ما كان أكرم شيء فيها إلا أن تسجد لله سبحانه وتعالى ومال الآلوسي إلى هذا القول وإن كان هذا القول أيضا نصره بعض أهل التفسير وذكروه يعني جمع كبير من هذا التفسير لكن أيضا من باب التعداد كذلك هم قال وقول عن ابن عباس أن المساجد أراد بها مكة لأن مكة كلها مسجد وقبلة الدنيا فأينما يكون الإنسان يتجه إلى مكة فهذه أيضا لكونها من المساجد هنا قول الحسن البصري قال أن المساجد هي الصلوات يعني أصلها من مسجد أي أنما أينما سجدت وأينما كنت فلا تصلي إلا لله ولا تسجد إلا لله وهذا من باب كرامة المسلم أنه لا ينحني ولا يسجد إلا لله سبحانه وتعالى ومنهم من قال أن المساجد أريد بها بيت المقدس ويعني ضعفه البعض كالآلوسي أيضا لكن هذا أيضا قول مذكور أن المساجد لله أراد بها بيت المقدس على اعتماد على قول ابن عباس أنه هو مذكور أيضا عن ابن أبي حاتم الرازي في التفسير أيضا رواية على أنه لم تكن هناك مساجد في الأرض سوى كما قلنا البيت الحرام وبيت المسجد إيلية في بيت المقدس هناك قول آخر أن المساجد المقصودة فيها الأرض جميعا وهذا كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى من ما من به على هذه الأمة أن جعلت لي الأرض مسجدا أي أينما كان المسلم يستطيع أن يصلي فهنا كلمة مسجد على اعتبار حالة السجود وليست الاسم على الاصطلاح الإسلامي أنه المسجد لا إنما الأرض كلها مسجدا على اعتبار أنه أينما أدركت الصلاة للمسلم يستطيع أن يصلي وهذا يعني كرامة لهذه الأمة ولنبيها من قبلها صلى الله عليه وسلم قالوا لأنه كانت الأنبياء من قبل كانت لا تصلي إلا في البيع أو الكنائس لكن هذه الأمة جعل الله لها المجال مفتوحا في قضية الصلاة هنا ذكر الإمام الرازي سؤالا جمينا قال لو حملنا الآية على هذا المعنى سنقف عند مسألتين المسألة الأولى سيدنا عيسى عليه السلام كان يسيح في الأرض وسياحته في الأرض تقتضي أنه يعني يصلي إذا أدركته الصلاة إما أن يصلي في الكنائس و هذا غير كان يعني ما كان متوفر في ذاك الوقت و إما أنه يعني يصلي على الأرض و يصلي في أينما أدركته الصلاة و كذلك السؤال الثاني في مسألة الخضر يعني أنه على خلاف الموجود هل و نبي أم لا هل و حي إلى الآن أم لا هذا خلاف موجود عند الجمهور لكن بصرف النظر عن هذا نتكلم عن جزئية الصلاة يعني كيف نوفق بين الخضر الذي أيضا يسيح في الأرض و بين عيسى عليه السلام الذي كان يسيح في الأرض و كيف إذا أدركتهم الصلاة كيف كانوا يصلوا بعض العلماء أعطى تخريجا جميلا قال الأنبياء كلهم على دين النبي عليه الصلاة والسلام و على توحيد النبي على توحيد الله يعني كما وحد النبي عليه الصلاة والسلام و وحد ربه فالأنبياء كلهم على ذلك التوحيد الخالص و لذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي أي كأنه أي شخص من الأنبياء يكون حيا فيكون على شريعة النبي ويقول عند ذاك يذهب السؤال لأنه سيصلي الخضر في أي مكان يعني مقتديا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله له الأرض مسجدا أما قضية أنه منهم من حمل قضية أنه عيسى عليه السلام يعني كيف كان يصلي وقضية عيسى عليه السلام انتهت في وقتها وقضيت في ذلك الوقت ولم تكن شريعة النبي عليه السلام قد نزلت قالوا أنه هنا أنه التيمم الموجود أنه هنا مسجدا على اعتبار أن الأرض جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا ليس المراد المسجد المراد الطهور أنه جعل الله التيمم أيضا للسابقين على من قال على أنه ليس من خصوصية هذه الأمة أنه أيضا كان لبعض السابقين من قبل ومنهم من جعل التيمم مسألة يعني خاصة بأهل الإسلام والكلام في ذلك يعني فيه تفصيل لكن ابتداءا هذا ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة بقي أيضا يعني هناك إذا كانت الأرض كلها مسجدا وطهورا لهذه الأمة نجد أنه هناك أكثر من 19 موطنا ذكرت في مجموعة الأحاديث التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة فيها هذه التسعة عشر موطن حقيقة كلها أكثرها فيها خلاف فقهي وبعضها لا خلاف فقهي لا خلافة يعني لم يكن هناك خلاف فقهي فيها بينما غالبها فيها أقوال فيها يعني خلاف فقهي كالصلاة على مثلا في المزبلة وفي المقبرة واعترضوا قالوا لا في المقبرة النبي صلى على الجارية السوداء التي كانت تقوم العجوزة السوداء التي كانت تقوم المسجد ثم ماتت ولم يخبروه فكيف النبي ذهب فصلى في المقبرة وخلاف موجود إلى أن يعني يخلصون بالخلاف قالوا أنه الصلاة إن كانت صلاة جنازة لا ظهر في ذلك وإن كانت صلاة في ركوع وسجود فالأولى أن لا يصلى أو أنه يوارد في الصلاة في المقبرة بهذا الحالة أنه فيها الصلاة فيها سجود وركوع وكذلك قالوا المجزرة قال لأنها وجود الدم ووجود النجاسات وكذلك قالوا قارعة الطريق وكذلك قالوا أيضا لا يصلى في الحمام ولا يصلى على سطح الكعبة ولا يصلى كذلك في بطن الوادي وقالوا لا إنما المراد في بطن الوادي هو الوادي الذي جاء الشيطان بشعلة من نار إلى أراد إحراق النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بطن الوادي فقالوا أنه كان في ذلك الوادي على الخصوص لوجود الشيطان فيه ومنهم من قال أن الشيطان لن يبقى في ذلك الوادي إنه سيخرج من ذلك الوادي إذا مساء تفصيلات كثيرة جدا حقيقة يعني لا يتسع الوقت إلى ذكرها لكن نذكر هكذا الإشارات السريعة كذلك قالوا ولا يصلى في أرض بابل كما يعني ورد في حديث سيدنا علي رضي الله تعالى عنه منهم من ضعفوا ومنهم من حسنوا ولكن قالوا أن أرض بابل لم ينزل بها عذاب لكن سيدنا علي كأنه ظن أنه نزل بها العذاب وكذلك الأرض التي فيها خسف وذلك يعني الإمام الخطاب يقول يعني لم يرد هذا القول إلا عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أنه في قضية النهي عن أرض بابل وقد ورد أيضا فيه أنه صلى سيدنا علي في ذلك المكان فيما بعد قالوا ربما أنه كان ظن منه أنه هذه الأرض نزل فيها العذاب ثم تبين له أنه لم ينزل بها العذاب ومنهم من قال على أنه إنما ذكر سيدنا علي الخسف الذي حصل ويقصد به البرج الذي بناه النمرود في وقت إبراهيم قيل هكذا قيل على الإسرائيليات هذه قيل أنه كان ارتفاعه خمسة آلاف ذراع يعني إذا كانت خمسة آلاف ذراع يعني ربما يقارب برج دبي يعني إذا كان إذا صح الخبر في ذلك ومع ذلك يعني لا ننكر لأنه لا نعلم كيف كانت إمكانيات السابقين في ذلك الوقت وأيضا لا نثبت الأمر يعني كما قال عليه الصلاة والسلام لا تصدقهم ولا تكذبهم لكن هكذا الخبر هو موجود كذلك أنه يعني ورد في عدم الصلاة في التنور إلى التنور قال لأن فيه النار ومنهم قال لا النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه صلى فعرضت عليه النار ولم يقطع صلاته لما عرضت عليه النار وعرضت عليه الجنة قالوا فالنبي لم يقطع صلاته لأنه يعني رأى النار أو كانت النار في قبالته قبالة وجهه أو منهم قال على أنه يكره استقبال النار حتى وإن كان لديه الدفء وكما قلت قبل قليل يعني المساء التي ذكرتها كلها فيها خلاف فقهي كذلك ينهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة والخلاف موجود هل الصلاة مقبولة وهو آثم بالغصب أم أن الصلاة مع الفعل فعل الغصب كلاهما غير مقبول أيضا هذا خلاف موجود فقهي وتفصيل في ذلك كثير وقالوا أيضا المسجد أيضا من الأشياء التي يعني نهي في الصلاة عنها في معاطن الإبل قال لأنه منهم قال لأنها خلقت من نار وأنها شيطان والبعث قال لا إنما العرب تطلق لفظة شيطان على كل متمرد من الحيوانات وحتى متمرد من الإنس يقولون عنه شيطان فقالوا لأن الإبل لها مرات يعني تشف الجفلات سريعة فربما تؤذي الوصلي فتؤذيه في صلاته فيبقى حذرا ويبقى متحذرا من النظر إلى الإبل مما يشوش عليه في صلاته وحتى منهم من قال الجواز في صلاة مرابط الغنم ومنهم من قال فما حال البقر في ذلك هل يصلى فيها أم لا فمنهم من ألحقها بالجمال والأكثر أنهم ألحقوها بالغنم وأجازوا الصلاة في ذلك الموطن وحقيقة تفصيلات كثيرة في هذا هذا اللي أردت أن أجمعه على السرعة في قضية المواطن التي نهي عن الصلاة فيها كذلك في قول الله وأن المساجد لله لما كانت المساجد لله أي لم تكن في ملك أحد لم تكن في ملك أحد ولذلك لاحظوا مما يروى في الأخبار أن هارون رشيد يعني يوما ذلك الخليفة الصالح الذي كان يغزو عام ويحج عام ومع الأسف يعني شوهت صورته من خلال الإعلام يعني غالبا هذا الخليفة يوم يعني غضب من زوجته وأقسم عليها قال إن بدي الليلة في مملكته فأنت طالق ولا شك أنه مملكة الرشيد كانت تمتد إلى بين المشرق والمغرب يعني كل هذه المملكة كانت للرشيد حيث أنه كان يقول للسحابة يخاطبها أمطري حيث شئتي فإن خراجك عائد إلي كيف ستخرج يعني حتى لو كان هناك طائرة لن تستطيع الخروج يعني من خارج إطار المملكة التي كانت تتسع شرقا وغربا فكيف كانت ستخرج في ذلك الوقت ثم تندم على هذا وقد حلف يعني وأقسم حلف يمين الطلاق عليها بهذا القول قال فأرسلوا إلى الفقيه إلى أبي يوسف تلميذ الإمام أبو حنيفة فقالوا له أن الأمر يعني هكذا وأن الرشيد يعني أقسم على زوجتي بهذا القسم قال فأمرها أن تبيت في أحد المساجد أو في مسجد القصر قال وكيف قال لأن الله يقول وأن المساجد لله فهي ليست من ملك الرشيد ولا من ملك أحد فهذا المسجد هو لله فقط ملكا وعبادة وتوجها هو لله فقط ولذلك يعني باتت تلك الليلة وخرجت ثم عادت إلى القصر وقد بر بقسمه الرشيد وفي نفس الوقت وجد أبو يوسف يعني فتوى لطيفة من فقهه ومن ذكائه ومن معرفته في كتاب الله سبحانه وتعالى كذلك مما يحضرني أيضا موقف حصل مع الإمام ابن الجوزي خطيب بغداد صاحب تفسير زاد المسير العالم الجليل مفسر ابن الجوزي يعني كان المستضيء بأمر الله الخليفة يحبه كثيرا فلما مات تولى ابنه الخلافة وكان بينه وبين ابن الجوزي بعض الجفوة نتيجة أن ابن الجوزي رحمه الله كان شديد الحرص على تطبيق السنة وشديد الحرص على أنه لا يختلط مع العلماء فكان زاهدا ورعا تقيا قيل دخل الخليفة إلى أسواق بغداد فوجدها شبه ثارغة فسأل قال أين الناس قالوا في درس ابن الجوزي فذهب إلى المسجد فلما دخل إلى المسجد أراد الناس القيام وكان ابن الجوزي يفسر القرآن فأشار له ابن الجوزي أن يجلسوا فقام أحد الشعراء فرصة أنه يجد خليفة حتى يمتدحه بأبنه بيات من الشعر ويأخذ شيء من المال فقام ذلك الشعر ليثني على الخليفة ويمدح الخليفة فقاطعه ابن الجوزي ونهره نهرا شديدا قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا لا يحق لك أن تمدح فلان ولا تثني على فلان وأنت في المسجد يعني الثناء هنا لما كان القصد فيه تعظيم الدنيا والانشغال وذكر الدنيا في بيت الله نهاه ابن الجوزي عن ذلك حتى قيل أن ذلك الشاعر يعني هجأ ابن الجوزي فيما بعد لأنه ضي عليه فرصة الجائزة ويعني الشيء بالشيء يذكر ثم بعد ذلك يعني ابن الجوزي كان يعني يحث الناس على الجهاد مع صلاح الدين الأيوبي في ذلك الوقت فنفاه الخليفة إلى واسط وبقيه هناك والقصة معروفة في كتب التواريخ والسير نعم فالقصد من كلامنا أنه لاحظوا علمائنا السابقين كانوا كيف كانوا يفهمون أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا هذه قضية أنه قضية وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا قالوا أيضا يعني من آداب المسجد من آداب المسجد أن لا يكون هناك بيع ولا شراء لأنه ورد في الحديث الصحيح أنه خرجوا الترمذي والنسائي وحسنه الترمذي وخرجوا النسائي يظنوا بحبان وغيرهم أنه قال من باع أو اشترى في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك أنه لا يجوز البيع والشراء في المسجد كذلك أيضا من آداب المسجد قالوا أنه لا تنشد به الضالة لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الإمام المسلم أنه أيضا من نشد ظالته فيقال له لا ردها الله إليك لأن المساجد لم تبنى لذلك كذلك قالوا أنه المساجد يعني يجوز فيها النوم ينام فيها الإنسان ويجوز فيها ربط الأسير ويجوز فيها تطبيب المريض كما كان فعل النبي مع سيدنا سعد عندما يعني جعله خيمة لفيدة هذه الصحابية الجليلة التي كانت تطبيب بعض الصحابة في المسجد وكذلك المسجد قال يجوز أن يوضع فيه الطعام للصدقات وأن يأكل منها الفقراء وأن يجلس فيها الفقراء وكذلك قالوا يجوز في المسجد أيضا إنشاد الشعر كما كان يفعل في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وكما كان يفعل أيضا سيدنا أبكر رضي الله تعالى عنه حتى قيل عنه أنه كان يسمع مئات الأبيات من الشعر في المسجد وكذلك سيدنا عثمان سيدنا عمر في وقته يعني قطع هذا الأمر ثم كان في وقت سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه أيضا كان يسمع الشعر في المسجد بشرط أن يكون الشعر هذا يعني منضبطا ضمن الضابط الإسلامي كذلك قالوا أنه في المسجد يعني من أداب المسجد قالوا يحق للجاري أن يتخذ طريقا إلى المسجد يعني إذا كان المسجد قد قطع عليه الطريق يحق له أن يفتح له بابا للمرور في المسجد كذلك قال العلماء هل يجوز تسمية المساجد بأسماء الأشخاص إن كانت المساجد لله فكيف تسمى بمسجد فلان أو مسجد فلان قال الشنقيذي قال تسمية المساجد بأسماء الأشخاص إنما هي إضافة تشريف يعني بالنسبة لله هي إضافة تشريف وإضافة يعني مساجد لله بيت الله وغير ذلك قالوا المساجد هنا على إضافة التشريف والتعظيم لها لكونها يعني لله سبحانه وتعالى ولا يسأل بها غيره أما بالنسبة لغير الله سبحانه وتعالى قالوا إنما هي إضافة تعريف وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام سابق في الخيل إلى مسجد بني زريق فسمى مسجد بني زريق على اعتبار أنه يعني هم الذين حبسوه أي يعني أوقفوه تحبيس بمعنى الوقف هم الذين أوقفوه وكذلك قالوا أنه يعني من أيضا ما يتعلق في المسجد سواء من آداب أو من أحكام قالوا كذلك يعني يجوز التحبيس على المسجد من قال بناء المساجد وجعلها وقف لله سبحانه وتعالى وكذلك القناطر واختلف في غيرها من الأماكن أو غيرها من الأشياء نعم قالوا أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا هذه المساجد هي لله على هذا المعنى فلا يجوز الدعاء مع الله أحدا الإمام الألوسي قال كلاما جميلا في قضية أنه قال بداية الآية أن المساجد لله ثم جاءت خاتمة الآية فلا تدعو مع الله أحدا قال هذا التناسق العظيم والعجيب والجميل في التوافق بين أن المساجد لله وبين إثبات يعني بين نفي الشرك عن الله سبحانه وتعالى في أن يعبد غيره ويدعى غيره في بيته ومع ذلك جاء الشطر الثاني من الآية في دعوة الناس إلى التوحيد ودعوة الخلق إلى التوحيد فلا تدعو مع الله أحدا سواء كان جنا أم إنسا أو الجميع أنه لا تدعو مع الله أحدا فلا يسأل أحد في بيت الله إلا الله سبحانه وتعالى وهناك كثير من الطائف والقصص والأخبار ما زالت الآية حقيقة مليئة في ذلك نتوقف إلى هذا القدر إن شاء الله على أن نكمل معكم في الدرس القادم إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر